تترق مقال في صحيفة لوفي كارو الفرنسية لتدعيات القرار وخلفيته المقال أشار إلى تكثيف الجهود الساعية لمكافحة المنشورات التي تحض على العنف في عالم الإنترنت وصفاً إياها بأحد أهم أركان خطط مكافحة الإرهاب على مدى السنوات الماضية ومتسائلاً في الوقت ذاته عن مدى مصداقية جهود فيسبوك في هذا الإطار بعد قرار كتعين كرمان المعروفة بقربها من تنظيم الإخوان المصنف كتنظيم إرهابي في عدة دول حول العالم القلق والاعتراض على قرار عملاق التواصل الاجتماعي لم يأتي من فراغ حيث يمثل الإنترنت الساحة المفضلة بالنسبة لتنظيم الإخوان المحضور لنشر عيدولوجيات متطرفة بين أفراد المجتمعات كما يشير خبراء في مكافحة العنف مقال لوفي جارو ناقش أن الحصول على جائزة نوبل الدولية لا يمنح مناعة ضد التطرف أو الكراهية لمدى الحياة مستشهداً بمستشارة الدولة في ميانمار حالياً أونسان سوتي التي رفضت إدانة العنف ضد مسلمي روهينغا بعد مرور نحو عقدين من حصولها على جائزة نوبل للسلام ترجمة نانسي قنقر